ابدا اليوم نروح القدس رح يزورك بشكل اقتحام بده يفتح الأبواب ويدخل بده يدخل إلى عمك ويدخل معاك ويمسكك ويقولك أنا هون موجود جنبك بس مجرد ما ترفع عيدك رح تتلامس معاه رح تلاقي الأجواء مختلفة تلاقي المسحة ببيتك الكل مكان بالبيت حتى لو أنت تركت مكان اللي أنت فيه ورحت مكان آخر جلست مكان آخر رح يجي وراك ورح يمسكك في المكان اللي أنت فيه ويعظم العمل معك لأن هذا هو وعده اليوم إلنا اليوم بده يرب مش بس يقتحم حياتك لكن بده يشفيك من كل مرض بده يغير الأشياء اللي العدو شوهها في جسدك بده يقتحم أمور معينة فالرب اليوم بيوعدك بطريقة يعني خارقة للطبيعة أنه رح يدخل في أماكن معينة ويبتدي يشتغل يشتغل بسلطان غير عادي على حياتك بداية قبل ما أبتدي بالدرس أو أبتدي حتى بالصلاة بس بدي أسأل سؤال صغير ممكن بالإشارة أو تخلي كاف إيدك يكفي يعني ما عنده مفاتح كاميرا تخلي كاف إيدك إذا أنت معمد بالروح القدس وتتكلم بالألسنة فمن فضلك بس يا أما ترفع إيدك أو تخلي كاف هذا اللي كل اللي أحتاجه منك ممكن تخلي كاف أو ترفع إيدك آمين 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 كل شخص معمد بالروح القدس تتكلم بألسنة هذا اليوم بدي إياك ترفع إيدك شوي آمين هالليلويا 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 الغير يعني اللي مش أخذ هذه الموهبة مش معناتها أنك مش مؤمن بالمناسبة يعني معناتها اليوم بدي الروح القدس ينسكب عليك بقوة معناتها الروح القدس اليوم لما بيقول لي اطلب هاي الطلبة أنا ما بحكي شيء من عندي أنا بحكي شيء لما ترفع إيدك وتقول أنا معمد بدي الرب يعطيك بركة أضعاف لو أنت ما رفعت إيدك مش معناها أنه الرب ما بدي يعطيك ياها أو بدي يحرمك منها أو حدا قال لك لأنك أنت مقيد أو أنت عندك مشكلة فأنت مش من حقك لا اليوم من حقك تاخد من أبوك السماوي كل اللي أنت تحتاجه وفوقها زي ما بيقولوا بلغتنا بونس يعني زيادة شوي حبة أخرى فمشكر كل إنسان رفع إيده مشكركم كثير أنا شفت كل الناس اللي رفعت إيديها وبشكر الأمانة اللي أنتوا فيها لأنه أمين تكون مع الرب لما أنت ما بتتكلم أو ما اختبرت هذا الاختبار كن أمين مع الرب مش محتاج هو مش عيب يعني بالمناسبة ما بتولدنا من بطن أمهاتنا وإحنا نتكلم بألسنة يعني الرب مع التدريج مع النضوج ووضع يده علينا إطانا هذه النعمة فبداية أشكركم للناس اللي رفعت إيدها ممكن خلص أنا شفت الأس اللي رفعوا يديهم الرب يبارككم الناس اللي ما رفعت إيدها وإنت في مكانك وإنت في بيتك اللي كل اللي بدي منك يعني كل اللي أنا بطلبه منك بس وأنا بصلي لك الآن حتى نروح القدس يعطيك هذه المعمودية أو يسكب عليك هذه النار كل اللي بدي منك يا أنك لو تقدر ترفع أيدك لفوق وتترك نفسك في حضور الرب وتركز عينك نظرك وذانك ولسانك مش بس لسانك عيونك وذانك ونظرك تركزه بشكل مباشر على الرب الروح القدس وتحكي هذه الكلمات يا رب أنا متأكد أنك أنت هذا اليوم دخلتني للزوم مش بس حتى أسمع درس عن الصلاة لكن دخلتني على الزوم حتى أمتل وأفيض هذا اليوم بلغة جديدة هذه اللغة الجديدة راح تكون سبب للبركة في حياتي وراح تغيرني بطريقة رهيبة اسمع كلامي بطريقة رهيبة أنا بعرف في ناس كثير وسط هذا الزوم تكون مريض مقيد متعب ممكن تكون أفكارك تعليمك تقولي ممكن أنا ما بنتفع من الموهي بتتكلم بألسنة من فضلك اترك كل التشوهات اللي رماها العدو عليك لأنه لما تتكلم بألسنة أنت بتخترق أشياء بالسماويات والسماء تنفتح عليك والروح الله يجي على شكل نار على شكل سحابة يبتي يغطي كل الدوائر اللي أنت فيها الدوائر اللي أنت ما بتصلي فيها الدوائر اللي أنت بتقول مش مهم أني أنا أصلي فيها أو مش عارف تصلي فيها أو ما بتجد الكلمات اللي تصلي فيها فأي دائرة من الدوائر اللي أنا ذكرتها مش عارف تصلي بتقول ما في فائدة مش عارف تشفى مش عارف تتحرر مش عارف تاخد شي حدا قال لك مش من حقك هذه الموهبة تعليمك مش عارف جبته من وين قال لك هذه كانت لوقت معين وانتهت من فضلك كل هذا ارمي وراء ظهرك وبتجي اليوم استقبل لانه انت بتسمعني الان روح الله رح يخترق زي ما انا حكيت رح يخترقك رح تشعر في جسدك في تنمل اوكي لا تخاف رح تشعر روحك فيها قوة بالتواصل مع الروح القدس الروح القدس جواتك وحواليك اللي رح يحصل تواصل رح تشعر انه في شي من داخلك عم يطلع روحيا عم يتواصل مع روح القدس خارجيا فيحصل connection فيبتدي لسانك طريقة التواصل هي لسانك فلسانك رح يبتدي يتكلم بعظائم لا تفكر شو رح تحكيه ولا تفكر انه هذه مش ألسنة هذه ألسنة شيطانية انت في الزوم انت في الزوم تحت الأمبرلة تحت الغطاء تحت المجد لا تخاف مش رح يقدر يدخل العدو لهذا المكان ويعطيك ألسنة كاذبة ويقولك هذه ألسنة شيطانية فأنت عم تتكلم بألسنة شيطانية زي ما قالوا لك ومش من حقك واسكت لو في ألسنة جواتك اليوم شيطانية وانت جيت منبرات الزوم ودخلت اليوم الرب رح يسكت العدو ويعطيك ألسنة نبوية يتكلم معك بقوة بس انت اطلب هاي اللحظة انت امتلأ بالروح القدس اطلب من عنده اطلب صلي هيك بإيمان قل له أنا جاهز أنا مستعد أنا مشتاق أدما انت مشتاق رح يعطيك أدما انت فرحان فيه رح يعطيك أدما انت تؤمن بالكلام اللي انت بتسمعه رح تاخد أدما انت منفتح والسلندر مسلم كل شيء في إيده خلص أنا مش عارف أخذها فأنا بترك نفسي في حضورك الآن يا رب خلص أنا مسلم يا رب وبصدقك يا رب واللي يحصل يحصل والناس من حولك كذا سمعك تتكلم بألسنة وقالوا لك شو عم تعمل هذا جنون قلوا لنا أنا مجنون بيسوع قلوا لنا أنا مجنون بيسوع ولا تحتار وإذا حدا قال لك ليه مين جاب لك هذا التعليم قلوا لأستي سويسام ولا تحتار مش رح يصلي ولا شيء فصلي بإيمان اطلق المسحة اطلق الحضور على نفسك وابتدي أنت بالمكان اللي أنت فيه الهواء اللي أنت بتشمه ممكن يكون ثقيل شوي كأنك أنت طالع بسيارة ومطلع أيدك من الشباك وعم تمشي على سرعة مئة كيلو فالهواء رح يضرب فيك على أيدك إيدك لوحدها رح ترتفع رح تشوف حضور الرب الروح القدس رح يخترقك حدا جاهز؟ أنا جاهز هللويا هللويا راس عشانك رابوس يا رب أنا بسأل الآن يا رب اقتحام بالروح القدس لكل إنسان أمامي الآن يسمعني في اسم يسوع يا رب ترسل نيران الآن جديدة ترسل نيران جديدة هللويا ترسل نيران جديدة ترسل اقتحام جديد الآن يا رب أمطار جديدة يا رب سيول جديدة يا رب مياه جديدة الآن يا رب قوة 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 خارقة الآن يا رب قوة قوة خارقة الآن يا رب قوة الآن تسحف لكل بيت ولكل كنيسة ولكل إنسان عم يسمعني في اسم يسوع الآن قوة غير عادية يا سيدي يا للوية نار روح القدس نار روح القدس تدخل إلى كل دوائر حياتك الآن ما في مكان في جسدك الآن إلا ويكون تحت معموذية الروح القدس ما في مكان في عقلك وأفكارك وحواسك ومشعرك إلا ويتحرر الآن بسبب المسحة بسبب الدسامة بسبب الدهنة اللي يطلقها الروح القدس إليك في هذه اللحظة في اسم وسلطان الرب يسوع اليوم يجي روح الله ويقتحم كل الأماكن المغلقة وللعدو أغلق عليها من سنين حتى لا تكون فيها استنارة ولا يكون فيها ضو اليوم هذه الأماكن المظلمة هذه الأماكن المغلقة يقتحمها روح الرب وتنفتح الأبواب على مصرعيها فلو أنت مريض في اسم يسوع على سنتك اليوم رح تكونت خارجة من جواتك بالروح القدس تشفي مرضك تكسي جلدك تشافي تجوهاتك ترمم عظامك الآن تعطيك نعمة قوية جدا الآن في اسم وسلطان الرب يسوع وانت بتسمعني رأس رسل نار الآن يروح الله القدس رسل ناشانك راببوس تتكلم الآن بلغة الرب الرب يضع لغته في لسانك الرب يضع صوته في ثمك الرب يضع نظراته في عيونك الرب يضع كل ما يسمعه في وذنك الرب يضع كل ما في قلبه في قلبك الآن في اسم وسلطان الرب يسوع الهليغوست أرسل نار الآن يروح الله القدس رسل الرب يسمعني الآن فاتغير الأجواء كلها تتغير الآن في اسم يسوع في اسم يسوع في اسم يسوع قوة قوة رسل الطاقة ارسل قوة الآن ارسل البر اللي عندك على هذه الزوم يارب الناس اللي دخلت اكرمها هذا اليوم بلغة جديدة بأرسلة جديدة بتعظيم إلك يا رب ليظهر مجدك ليظهر مجدك على كل يا رب شخص عم يسمعني في اسم وسلطان الرب يسوع لو أنت لساتك مش قادل يسوع في شخص هون في الزوم قدامي لساته مختبر يسوع ربه مخلص لهيك أنت مش فاهم أنا شو عم بقوله لو أنت لساتك مختبر قول هذه الكلمات بصوت عالي بينك وبين الرب يا رب يسوع أنا باختارك تكون رب وسيد وإله على حياتي يا رب يسوع أنا بعطيك قلبي أنا بسلم لك حياتي أنا بسلم بين إيدك يا رب أنا بطلبك على حياتي تكون سيد وإله ورب أنا مصدق فيك أنا مؤمن فيك يا رب اغسلني من كل خطية طهرني من كل إثم الآن وعمذني بالروح القدس وعمذني بالروح القدس وعمذني الآن بالروح القدس وملاني لا تفكر باللغة اللي راح تحكيها لا تفكر بالكلام اللي راح تحكيه لأنك مش راح تفهم شي من عنده كل اللي تفكر فيه يا رب يا رب أنا بركز عليك في ناس لساتة مشوشة وعم بتصلي بطريقة بسيطة من فضلك ارمي كل اللي في ايدك تذب اللي في ايدك كله هيك وارفع ايدك مثلي والبي اسم يسوع أنا بستقبل هذه النار الآن أنا بستقبل هذه المسحة الآن أنا بستقبل ارفع عينك لفوق وشوف العرش وشوف المكان اللي انت فيه وعمل زي ما عمل اخنوخ مكتوب وصار اخنوخ مع الرب فلم يوجد لأن الرب اخذه لأنه قد شهد له انه قد ارضى الرب يا رب الآن اقتحام لكل مرض لو انت مريض لو انت مصاب بمرض جلدي لو انت مصاب بمرض عظمي لو انت مصاب في مشاكل في الركب لو انت مصاب بأمون شيطانية ماسكة عليك هذه الاشياء اليوم أنا بتكلم بصلوات نبوية بالألسنة اتجاهك لأنه الرب اعطاني هذا القلب انه اراك اليوم تحت مخافة الرب وسلطان الروح القدس الآن ييجع لكل مرض انت بتعاني منه ويقتحم هذا المرض الآن ويعلن شفاءك وحريتك باسم وسلطان الرب يسوع انت مقيد بمرض لكن اليوم تفك من هذا المرض باسم وسلطان الرب يسوع انت مقيد بعادة شريرة اليوم تفك في اسم وسلطان الرب يسوع صوتك مقيد اليوم صوتك يفك في اسم الرب يسوع انت بتعيش وسط جيل فاسد وسط جيل ما بيعرف الرب اليوم الرب يعطيك لسان يغير الجيل الي انت فيه يغير اولادك يغير بيتك يغير حياتك الآن في قوة وسلطان الرب يسوع كل خشونة بالمفاصل كل المي بالمفاصل الآن يزول في اسم وسلطان الرب يسوع كل مشاكل بالثم كل مشاكل بالرؤية كل مشاكل بالعمود الفقري كل اعوجاج الآن في اسم وسلطان الرب يسوع يحدث زلزلة في حياتك ويحصل شفاء يحصل الآن شفاء انا بمسك في ايدك انا بمسك في ايدك والنار الآن تيجي لغاية عندك النار تيجي الآن لغاية عندك والنار تدخل الى جسدك تشعر بكل جسدك الآن في نار روح القدس تقتحمك في اسم وسلطان الرب يسوع هاللويا هاللويا زمن جديد يا رب انا بطلب بجدك يا رب ينسك انا بطلب حضورك ينسك براس رابا بوسني لليسا ناشتيني كروسستان هاللويا 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 اي امرأة عندها مشاكل باستساقط الشعر وعندها مشاكل بفروة الشعر الآن في اسم يسوع الناصري انا بعلن لمسة من يد الرب على كل مشاكل شعرك وعلى كل مشكلة موجودة بالرأس الآن تتحرر من عندها باسم وسلطان الرب يسوع هاللويا هاللويا راسانا شانك ربا بوسني لليسا في امرأة الآن بتطلب من الرب قوة ومن السنين بتطلب من الرب انه يدخل في امور في حياتها والرب يقولك انا شفتك الآن وشفت اللي انت محتاجة له بس ارفع ايدك لفوق بايمان زي ما انا برفعها هيك ولي باسم يسوع انا بستقبل الحل الالهي الآن انا بستقبل قوة الروح القدس انا بستقبل الآن يا رب قوة مش رح اظل خجلانة مش رح اظل اشعر بالعار مش رح اشعر بالشين في حياتي مش رح اظل اشعر بالانكسار انا من اليوم بدي اقف من اليوم بدي ااخد قوة من عند الرب من اليوم انا بدي اتحرك بسلطان اسم الرب يسوع انا اعلني الان اعلني كلام اليك يا بنت الرب انا بنت الملك انا بتكلم بلغة ابوي السماوي انا بصدق مش بس ابوي يريد ان يشفيني لكن اصدق انه ابوي يشفيني من كل جراحات قديمة من كل افكار قديمة في اسم وسلطان الرب يسوع اليوم يحل روح الله على كل دوائر حياتي خصوصا في مجال الافكار والرب يحلني من كل ما قيادني وربطني في العدو في اسم وسلطان الرب يسوع هاللويا هاللويا كمان الرب يتكلم مع امرأة عندها مشاكل بالخوف بتخاف من كل شيح يوم ربي يتكلمك يا بنت للرب يقولك خوفك اللي انت فيه مشاكل الخوف اللي انت بتواجهها وبتعانيها حتى لما يزداد الخوف في جسدك فمك مش قادر يثبه يرتجف بسبب الخوف اللي انت بتعانيه الان في اسم يسوع نار على ثمك نار روح الله تيجي على ثمك في اسم وسلطان الرب يسوع الرب يزيل القيد اللي ربطك في العدو الرب يرفع عنك الان كل ربط شيطاني في اسم وسلطان الرب يسوع الان قوة 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 باور 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 على كل عظامك باور على الجلد باور على كل تشوهات في الجسد قوة الروح القدس الان تتدفق في انسانه بتعاني من مشاكل بالفم والاسنان الان الرب يخلي يده كل التهابات بالفم كل مشاكل بالاسنان كل مشاكل بالفق كل مشاكل بالعظام في اسم يسوع الان 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 الرب يرسل ملاكه يرسل ملاكه محمل محمل إلك بفم جديد محمل إلك بأذراس جديدة اسنان جديدة محمل إلك بلثة جديدة كل تشوهات العدو خلاها على وجهك الان تزول في اسم وسلطان الرب يسوع المسيح الناصري وانت بتسمعيني استقبلي الان قوة الروح القدس لو انت شاعر او انت شاعر نفسك اثناء ما رح اصلي الان انه فيه هوا بيجي على وشك وبده يدفعك لورا سيب نفسك سلم لا تخاف من الشيء اللي انت بتسمع او بتشوفه بهذا الزوم لانه الروح القدس قال لي هذا اليوم انا بدي اقتحم هذا الزوم هو قال لي هاي الكلمة لهيك انا داخل بهاي القوة هو قال لي بدي اقتحم هذا الزوم واقتحم كل بيت وكل اسرة وكل مكان وكل عائلة عم بتعاني من اي نوع من الامراض والمشاكل الان استقبل في اسم وسلطان الرب يسوع الروح القدس ييجي على كل دائرة من دوائر حياتك الروح القدس الان يزورك الروح الله يجي بنيران جديدة روح الله يجي الان بقوة هاللويا 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 مجدن 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 انا بصلي لك الان صلوات نبوية انا بعلن انه لا بالقدرة ولا بالقوة لكن بروحي قال رب الجنود فمن يقدر يقف أمامك اليوم رب يعطيك اسم جديد يقول عنك ما حدا يقدر يحني ظهرك ما حدا يقدر يكسر لك ظهرك لأنه الرب طالع معك بسلطان قوي جدا وواقف معك هاي اللحظات اللي أنت بتسمعني وكل ارتعاشة وكل شيء أنا شايف إنسان الآن أمامي عم يدشأ أو عم يطلع منه شيء عم هو شاعر أنه في شيء عم يحاول يضربه ويطلع منه في اسم يسوع في اسم يسوع يخرج الآن العدو من سبعة طرق يخرج الآن الخوف والحزن والكآبة والتناهض والشعور بالتوحد وكل مشاكل النفسية اللي عندك وأفكار الموت والانتحار تزول الآن في اسم وسلطان الرب يسوع الآن الرب يأتي يأتي بنهر راسع الشانك اترك لسانك الآن اترك لسانك لأنه الرب واصل لغاية ثمك وفي يده زيت يريد يضعه راسع الشانك رابا بوسوني لليس اسمع لألسنة لأن هذا اللسان اللي أنا بحكي فيه انت بدك تحكي فيه الآن اللساني بيقول نهر نار نهر نار رابوات رابوات الوف الوف يقفون أمامه هاية ترجمة الزنتي را راسع الشانك رابا بوسوني لليس رب يقول لناس بهذا المكان أنا أمرت بعزك لا تخاف أنا أمرت بعزك العدو أمر بفقرك العدو أمر بإدلالك لكني أنا أمرت بعزك استقبل هذه الكلمة في روحك الآن رب يقول لك أنا أمرت بعزك لا يوجد قوة لا يوجد سلطان على الأرض يقدر يذلك الآن لا يوجد من الذي ذلك لا يوجد من الذي جرحك لا يوجد من الذي وقف قدامك ويجعلك في خجل يقول لك اليوم الرب يريد أن يرجع لك كل شيء حصل بحياتك لو أنت مريض بس ارفع عيدك قلوا أنا مريض اليوم يا رب حتى لو مريض مرض نفسي حتى لو مريض مرض لو عندك مريض في البيت لو تعرف واحد من الناس اللي اللي عم بيعاني من أي نوع من الأمراض حتى لو كان توحد كآبة لو عنده شيزوفرينيا عنده مشاكل نفسية غضب بس ارفع عيدك وقول يا رب أنا اليوم الطريق اللي رح استخدمني الرب لانتقال هذه المسحة بهذا الإنسان بس ارفع عيدك بإيمان لا تتعب لا تتعب ارفع عيدك قلوا يا رب أنا متاح الآن يا رب أنا متاح الآن يا رب ما يصلح أنك مؤمن بآلك سنين وغاية اليوم ما عم تاخد سلطان بالتكلم بأل سنة آمن فيها تأخدها آمن فيها تأخدها رس شنك رب بس انا نار الروح القدس نار الروح القدس نار الروح القدس تنزل نار الروح القدس تنزل على كل دوائر حياتك الان لو انت بديت تأخد الالسن أو أخدت تبتدي احكي فيها تبتدي احكي فيها حتى لو تأخد حرف واحد أو كلمة وحدة حتى لو أخذت فقط تأتأ استمر الروح القدس عم يتدفق لا تخلي المي يتدفق وانت تبتبع على الجرف ادخل ادخل ازبح ادخل الى المكان لا تخاف ادخل ادخل تدي صلي 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 راسا شنك رابا بوصون راسا شنك راسا نستان راسا نستان شنك روس أعرف الألسنة مش بس كلمات بترددها لكن الألسنة راح تخلي جسدك يرتجب بهاي الطريقة جسدك راح يرتجب زي جسدي انا مش بحرك ايدي ايدي الواحدة عم تتحرك راسا نشنك راسا نستان لا 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 اطلق المسحة الآن يا رب اطلق كل شخص معمد بالروح القدس اطلق المسحة على الزوم قول هذه الكلمات باسم يسوع انا راح اطلق مسحة الروح القدس على كل انسان في الزوم الآن احنا تقريبا ستة وثلاثين شخص الآن في اسم يسوع كل شخص معمد بالروح القدس يتحرك بالاتفاق معي ويعلن الآن المسحة ويعلن الروح القدس يجي باقتحام وينزل وينسكر على كل شخص في هذا الزوم الآن وتبدأ الألسنة تخرج مثل هلاهل اللي كانك داخل عرس وبتهلهل في العرس الآن هلف العرس هذا عرس سماوي انت عروس المسيح احنا في عرس سماوي اطلق يا رب اطلق يا رب اطلق المرضى اطلق المرضى اطلق المأسورين الآن يا رب كل مأسور كل مقيد كل موثوق الآن تحل من الربط اللي انت فيه تحل من الربط اللي ربطك فيه العدو الآن تفك في اسم الرب يسوى مرضك يزول مرضك ينتهي مرضك تاريخ اليوم تاريخ الاكسباير مش رح يستمر على حياتك اعلن اليوم اكسباير اليوم انتهى سمعان لما نزل في المي كان اليوم السابع انتهى المرض اصوار اريحة كان اليوم السابع نزل تاريخ الاسوار حليلويا رسانا شنك راببوس رسي شنك رسستان حليلويا حليلويا